السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كوروشي. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل حبل كوروشي سهل جدا وبسيط. وشكله كمان جميل جدا ان شاء الله يارب يعجبكم. بنستخدمه مع الحاجات اللي هي احجامها صغيرة. زي البرتوفيهات وزي شنط الاطفال الصغيرة وزي جرابات الموبايل. لان السمك بتاع رفيع مش عريض زي ما هنشوف مع بعض بعد شوية. اتمنى يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. فلو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير. ولو لسه اول مرة تشوفوني وحابين تتابعوني يساعدني اشترككم في القناة فاشتركوا فعالوا الجرس على الكل. عشان يوصلكوا الاشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنعمل الحبل بتاعنا ازاي. انا هشتغل الحبل بتاعي بخيط مكرمية مصري سميك زي ما انتو شايفين كده. وطبعا انتو تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط انتو حابينه مع الابرة المناسبة ليه. او بتشتغل بنفس الخيط اللي انت بتشتغل به المشروع بتاعك سواء كان برتوفيه او شنطة او جراب. آآ عشان نشتغل الحبل ده يا جماعة لازم نسيب في بداية الخيط. نسيب مسافة كده مسافة خمسة وعشرين سنتي او تلاتين سنتي. عشان نرجع نخيط بها الحبل بتاعنا بعد ما نخلصه. في الحاجة اللي احنا بنشتغلها سواء كان شنطة او برتوفيه او جراب. بسيب كده في بداية الخيط المسافة دي. وببدأ اعمل عقدة البداية بالشكل ده. بسحب الخيط بس ما بضيقش العقدة بتاعة البداية بسيبها واسعة كده عشان هشتغل فيها. بجيب الابرة بتاعتي. وبدخل كده. وهبدأ اشتغل بسم الله هشتغل في العقدة بتاعة البداية اللي انا سبتها واسعة دي. بالشكل ده. بسيب طرف الخيط القصير ده. وبدخل في الحلقة دي كده. بقى معي حلقتين على الابرة. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. شايفين اتكون عندي حلقتين جنب بعض. برجع ادخل بالابرة بتاعتي في الحلقة الاولى اللي هي جنب الابرة على طول. وبسحب خيط من تحت الحلقتين. بالشكل ده. اتكون عندي حلقتين تاني. بدخل بالابرة بتاعتي في الحلقة الاولى لجنب الابرة على طول. بقى عندي حلقتين على الابرة بسحب وبطلع منهم الاتنين. وبفضل اكرر بقى هي دي طريقة عمل الحبل النهاردة. طريقة سهلة جدا. لحد ما وصل للطول اللي انا عايزاه. بدخل في الحلقة الاولى اللي جنب الابرة على طول. بقى معايا حلقتين على الابرة. بسحب وبطلع منهم الاتنين. شايفين? تكون عندي حلقتين جنب بعض. برجع ادخل في الحلقة الاولى اللي جنب الابرة على طول. وبسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. زي غرزة المنزلقة كده بس من تحت فتلتين او حلقتين. برجع ادخل في الحلقة الاولى اللي جنب الابرة على طول. بقى عندي حلقتين على الابرة بسحب وبطلع منهم الاتنين. الطريقة سهلة جدا بكرر كده لحد ما وصل للطول اللي انا عايزاه. بدخل في الحلقة الاولى لجنب الابرة وبسحب الخيط وبطلع كده. هكرر بقى لحد ما وصل مأس معين كده. شايفين يا جماعة الشكل بتاعه من قدام. شكله زريف خالص. وطبعا الصمك بتاعه زي ما قلتلكم آآ رفيع مش عريض. يعني مناسب للاحجام الصغيرة. وده شكل الظهر من وراء. شكله جميل جدا وطريقته سهلة جدا. نشتغل كمان. بتدخلي في الحلقة الاولى كده لجنب الابرة على طول دي. باسحاب الخيط من الحلقتين. طبعا انا كنت اشتغلت على القناة قبل كده كزا فيديو لكزا حبل كرشي او ايد شنطة. آآ اشكال مختلفة. هسيب لكم كل لينكات في صندوق الوصف. وهتلاقها كمان قدامكم على الشاشة في علامة الاي في الشريط الابيض. عشان لو حابين ترجعوا لها وتشوفوا آآ اشكال الايات دي بتاعت الشرط او آآ الحبل الكرشي. طبعا اشكال مختلفة. كل حاجة مناسبة لحاجة معينة. شايفين الشكل بدأ يبان اكتر ازاي? ده وش الحبل بتاعي من قدام. وش الشغل. وده الشكل من ورا. بكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي شير ولايك. ولو لسه اول مرة تشوفوني وما اشتركتوش في القناة. وحابين تتابعوني. يسعدني طبعا اشتراككم في القناة فاشتركوا. وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وشكرا ليكم. وان شاء الله انت قابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.